ايضا من الاسماء البارزة في قائمة المتهمين بتنفيذ هذه العملية الغادرة محمد نصر الدين غزلاني هذا هو المتهم الرئيسي في احداث العنف في كرداسة وحكمت عليه المحكمة العسكرية في القضية رقم 60 عسكرية بالسجن 15 سنة عام 1997 في قضية خلية المشهد الحسيني التابعة لتنظيم الجهاد هو اذا عنصر جهادي ينتمي للفكر التكثيري رغم انه حاصل على رسالة الدكتوراه في الشريع والقانون عام 2010 حصل محمد نصر الدين غزلاني على عفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي عاقب وصوله للحكم عام 2012 هذا العنصر الجهادي التكثيري الذي دبر ونفذ عملية اقتحام قسم شرطة كرداسة كان ممن اصدر الرئيس المعزول قرارا بالعفو عنهم بعد توليه الحكم قاد فريق الدفاع المتهمي خلية مدينة نصر بعد حصوله على العفو الرئاسي خرج ليمارس عمله في المحامة لانه حاصل على رسالة الدكتوراه في الشريع والقانون عام 2010